ترجمة نانسي قنقر من القرارات الخاصة بلجان المؤتمر وحل الخلاف القائم في لجنة التربية بين الدول الأعضاء بشأن ألية التصويت على القرار المقدم من عدد من الدول العربية ومنها مملكة البحرين حول المؤسسات التعليمية والثقافية في الأراضي العربية المحتلة والذي يذكر بالدور الذي يجب أن تطلع به اليونيسكو من أجل تمكين الجميع من التمتع بالحق في التعليم وتلبية حاجة الفلسطينيين في الوصول بأمان إلى المؤسسات التعليمية حيث تم التوصل إلى حل يتفق مع القانون المنظم لعمل اللجان لتمرير القرار بأغلبية واضحة وعلى صعيد آخر حضر الوزير والوفد المشارك في المؤتمر الندوة الهامة التي نظمتها المملكة العربية السعودية بالتعاون مع مكتب التربية الدولي بجونيف بحضور المديرة العامة ووزير التربية والتعليم السعودي ومديرة مكتب جونيف وعدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء والمختصين بالشأن التعليمي حيث خصصت الندوة لاستعراض جهود المكتب في مراجعة وتطوير المناهج الدراسية في مختلف التخصصات على الصعيد الدولي واقتراح الأطر الجديدة لبنائها على أسس متطورة وكذلك استعراض برامج وأليات تدريب المعلمين القائمين على تدريسها في ضوء تحول المكتب إلى بيت خبرة دولي في هذين المجالين وعلى صعيد المتصل وبمناسبة تتشين اليونيسكو لتقرير التعليم للجميع 2017-2018 شارك وفد مملكة البحرين في الندوة المخصصة للاستعراض الدوري لهذا التقرير ركز على إطلاق النتائج التي جاءت في شكل إحاطة لوضع السياسات التعليمية في العالم بالطرق المختلفة للمسائلة في سياقات مختلفة على الأصعدة الوطنية والإقليمية والعالمية وبهذه المناسبة أكد سعادة وزير التربية والتعليم أن هذا التقرير هو بمثابة موردا عالميا مهم من المعلومات والدراسات وأداة فاعلة للتعريف بواقع التعليم في العالم وبالتحديات التي تواجهه كما يشكل خبرة مهمة في رصد التعليم وتحليل سياساته خاصة بيان الدور المحوري للتعليم في تحقيق التنمية المستدامة والتعلم مدى الحياة تعلما جيدا وجامعا بحلول عام 2030 مشيرا إلى أن مملكة البحرين تول اهتماما كبيرا بهذا التقرير وتتابع توصياته بكل اهتمام نقش الكثير من الأمور اللازمة لتنفيذ استراتيجية اليونسكو فيما يتعلق بالفترة التي تمتد من 2015 إلى 2030 والسبل الكفيلة التي تكفل تحقيق هذه الأهداف وتم تبادل الأراء حول التجارب العالمية على هذا الصعيد ولله الحمد مملكة البحرين قد قطعت شوطا كبيرا سواء من خلال مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب أو أولويات برنامج عمل الحكومة تم تبيين وتوضيح ما تقوم به وزارة التربية والتعليم من خدمات وخصوصا فيما يتعلق باللزامية التعليم ومتابعة الزامية التعليم كل هذه الأمور تصب في الاهتمام بتطوير المسيرة التعليمية لها انعكاس كبير جدا على العنصر البشري اللاهودي هو أساس وعصب التنمية وتم التأكيد خلال الندوة على دور تقرير التعليم للجميع في الترويج لرصد التقدم المحرز لبلوغ أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بالتعليم وخاصة ما يتعلق بتحقيق هدف التكفل بمستقبل سليم مستدام ضمن رؤية عالمية طموحة ترجمة نانسي قنقر